بارح كان فيه موقف عظيم جدا وقفت هنا عند حضرات كده في المكان ده وعدت أتغنى وأشيد وبساقه في المجلس صدرات النادي الإسماعيدي بيان فيه منتهى الاحترام بيان نسخة جديدة للإسماعيدي بيان اللي يشكر فيه كل المنظومة وينطقت شوية أو يلوم شوية على تصرفات جماهرية بشكل عام عادة أو في الغالب خلال الفترات الماضية كل نادي في مصر مش الإسماعيلي بس لو فيه مشكلة جماهرية يقول لك الجمهوري التاني عمل فينا والنادي ده عمل فينا وإحنا كنا ما عملناش حاجة لكن إنتوا طلعتوا بشكل محترم جدا قلتوا يا جماعة التصرفات الجماهرية وإحنا عايزين فرحانين بدخول الجماهير وعايزين نحافظ عداء بيان هادئ وجميل ومحترم بقى ما تجمونيش أنا بيان هادئ وجميل ومحترم وفيه كلام موزون بتفكروا ازاي أو فكرتوا ازاي وانتوا بتكتبوا البيان دوت ونصحتك كمان للجماهير لأن يعني دي دي حقيقة ممكن معلش اقرى البيان اتفضل اقرى البيان عشان اعيدوا تهيني عشان البيان ده عاجبني اقول صيغة كمان ممتازة يعني الأول يسمى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن زيارة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين اللبيب وهكذا ويؤكد المجلس إنها زيارة تعمبك الروابط ويعلن مجلس الإدارة رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية شوف الصيغة لخروج جماهير الكرة المصرية لا صنف إسماعيلي ولا زمالك لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أيا كان انتمائها وبالأخص جماهير الأندية الشعبية الجماهرية التي تعتبر حجر الزاوية لكرة المصرية البراجراف دا تحديداً المقطع دا تحديداً حاجة في منتهى الروعة في الصيغة والزكاء في التناول يعني لا أنت بتخسر جماهير الكابتان المشكلة ولا أنت تهاجم الآخرين تمام وخصوصاً نخلي بالك أن المباراة الإسماعيلي والزمالك دي أكبر ساعة جماهير حضرت في الدوري من ساعة ما بدأ السنة دي كان تقريباً ما يقارب 11 ألف ودي كان حاجة استاد إسماعيلية كان يعني مفخرة بأمانة لكن في بعض القلة اللي أنا مش عايز أقول أن هم بيشتغلوا طبعاً مش لصالح النادي الإسماعيلي لأن على مدار تاريخنا مع النادي الزمالك علاقات قوية جداً جداً وعمر ما حصل شائبة بيننا وبينهم صحيح بأمانة صحيح يعني فإزاي الجمهور هيطلع حاجة يعني أنا مش عايز أقول جمهور إزاي يعني دي قلة بسيطة جداً جداً وأنا عارف أن ليها غرض كمان أنا تتكلم على اللفاتة اللي تلعيت أه طبعاً طبعاً لكن لما تيجي تبص هي لازمتها إيه هو إيه اللي حصل بين الزمالك والإسماعيل الفترة اللي فاتت صحيح من أول ما بدأ الموسم أول موسم اللي فات عشان خاطر الجمهور يبقى متضايق من الزمالك صحيح فلازم تفكر إيه اللي وراء اللي يفطة دي تعرف توصل إن الناس دي مش حابة الإسماعيلي يكون كويس لكن عمرها ما تيجي من النادي الإسماعيلي بدليل إن ما فيش هتاف واحد كان ضد الزمالك وده إحنا كنا عمين نتغنى بالمنظر العظيم جداً من جمهور الإسماعيلي وجمهور الزمالك في المضررات في المباراة وده بيحصل على فكرة لفتات قبل ما نفتح القيد حاجة تقف قدام النادي وتكتب كلام وحيش جداً جداً آه تقصد إنه ربما يكون ناس على مجلس الإدارة آه ناس من جوه النادي الإسماعيلي مش حابين لمجلس الإدارة دوت مش هنقول جوه النادي الإسماعيلي هو ده ما ينفعش ينتمي للنادي الإسماعيلي اللي بيعمل كده ويحرد على كده ده ما ينفعش ينتمي للنادي الإسماعيلي هاي للأسف يعني وانا ملاحظ إنه انتو منذ تولي المهمة العلاقات حظيمة جداً مع كل الأندية شو بس الزمالك ده أنا ده إنتا النادي الأهلي جلمة 2007 إنت تعرف إن النادي الأهلي ملعبش ما بعدش فرقة تلعب جوه النادي الإسماعيلي من 15 سنة و2007 دي جت وطبعاً استقبلناها استقبال الأبطال يعني والحقيقة يعني طبعاً النادي الأهلي مجلس دارة النادي الأهلي بقيادة طبعاً كابتن محمود الخطيب أصدر بيان برضو بيشكر فيها النادي الإسماعيلي على حسن استقباله للناشئين لأن دول ولادنا بالضبط دول ولادنا لا والطبيعة إن الإسماعيلي تاريخياً علاقته عظيمة مع كل الأندية عمر ما كانش فيه أي منوش بص يا كريم بص مهما كانت انتماء أي حد حتلاقيه بيحب الإسماعيلي وإسماعيلية على فكرة صحيح مش بس الإسماعيل كبلد إسماعيلية هادية دايماً وجميلة تحب إن أنت تزورها واخد بالك وبمناسبة الإسماعيلية والإسماعيلي باستاذ الإسماعيلية طبعاً كلنا انتخذنا وكلنا كنا زعلانين من أرضية الملعب أكيد وإنت بتتفرق أنت لعب كورة أصلاً أنت بتتفرق كمان كلعب كورة إزاي يا جماعة الملعب يبقى بالشكل ده أنا كان صعباً على لعبة الإسماعيلي وكان صعباً على لعبة الزمالك وحاس إنه حرام لعبة كورة تلعب على ملعب زي ده إزاي يوصل الحل كده وبتفكره في إيه عشان تعدلوا المشهد اللي إنت كمان ما تعرفوش إن إيهاب جلال ما بيتدربش كتير على الملعب ده في ملعب عندنا فرعي بيتمرن عليه عشان خاطر الأرضية ودايماً بنغطيها على فكرة عشان خاطر بس هي النجيلة لازم تتغير لازم وده كان محتاج برضو يعني مبالغ مادية وإنت كان قدامك نمر واحد إن أنت عايز تخلص موضوع رفع القد صحيح لكن إحنا بنوعد طبعاً الجماهير بإذن الله واشتغلنا على ده على طول من فترة قبل ماتش الزمالك إن إحنا نجيب من أحسن الشركات الأوروبية النتيجة تعمل لنا يعني نجيلة جيدة فيه طايم لاين لده يعني فيه وقت معين هتبدأ وتشتغله في القصة دي؟ أكيد 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 قريب يبقى فيه يعني أنا أنا معرفش إن ناحية الفنية بنصف تقدم مش متابعة ده لكن فأعرف فرصة بإذن الله هتلاقي ملعب النادي الإسماعيلي مختلف ميزة أستاذ إسماعيلية تحديداً هو أستاذ يحب الجمهور في كده المدرجات اللي في النص في كده إنه في اشتراك في كده إنه قريب أستاذ عامي زي الإساعدات الأوروبية كده فيها فيها روح حلو قوي أنا نفس كنت بحب أروح أستاذ إسماعيلية طول الوقت من أكتر ملعب اللي في مصر تتحبها بس النسي يسعب علينا إن أرضية الملعب تبقى بالشكل ده أكيد يعني لكن أنا بوعدك بإذن الله إن في عرب وقت النجيلة دي هتتغير والشكل هيرجع تحبه تاني إن شاء الله